اللهم بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك نشور يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا وهب لنا الصحة التامة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وكلنا ولا تكن علينا لا نعرف إلا إياك ولا نعبد ربا سواك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر هو ابن محافظة المنوفية وشيخ الأظهر السادس عشر هو صاحب الحاشية الذي كان دائما ما يحرص طلاب العلم والأمراء والوجهاء على حضور مجالسه العلمية هو الشيخ الباجوري في مصر أرض المجددين تمثل مشروعه التجديدي في موقفه من التراث دراسة وتأليفة وهو الذي ألف حاشيته الماتعة سواء في العقيدة أو في الفقه وفي رفضه إخراج الأقباط ظلما من نصر فكان مشرفا للإسلام والمسلمين إلى يوم الدين رحم الله الإمام إبراهيم الباجوري رحمة واسعة فضرة العلم الجليل وصوص الدكتورة علي جمعه أهلاً وسهلاً بخضراتك أهلاً وسهلاً أهلاً بك ورحمة اليوم نتوقف عند محطة المجدد وصاحب الحاشية العلامة إبراهيم الباجوري ويعني عزيز عليها لأنه بلدياتي من نفسه المحافظة يعني من المنوفية فماذا يا القول عنه فضل دكتورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا كثير من الناس يقول الشيخ إبراهيم الباجوري وناس تقول الباجوري لكن هو كتب في كتبه يقول العبد ذي التقصير إبراهيم الباجوري وهكذا فهو نص أنها الباجوري وليست الباجوري يعني هو من الباجور المنوفية من باجور بنوفية وهي طبعا بلد يخرج منها العلماء كثيرا والشيخ إبراهيم ولد 1784 يعني لما جات الحملة الفرنسية كان هو عنده 15 سنة فترك القاهرة وسكن الجيزة يعني على بداية الصعيد كده علشان خوفا من طغيان الفرنسية لأن الفرنسوين كانوا يقتلون طلبة العلم ويقتلون العلماء كان نابليون يقتل خمسة كل يوم فكثير من علماء الأزهر ذهبوا إلى الصعيد من أجل الفرار من هذه المذابح التي كان يقوم بها الجيش الفرنسي ونابليون نفسه في مذكراته اعترف بهذا وأنه كان يقتل خمسة كل يوم من أهل الأزهر الشريف أعت سنة أتى له 1500 لما نقول أن الأزهر كان في 1800 يعني سبت 300 ولكن ربنا سبحانه وتعالى خيب ظنه وظل العلماء يتداولون العلم وينقلونه ومنهم الشيخ إبراهيم البجوري اللي أتى مرة ثانية إلى الأزهر ودرس على علمائه الشيخ القلعاوي والشيخ الساقة يعني كان اللي هما بقى بتوع إيه أواخر القرن الثامن عشر وربنا أتاه فصاحة كانت هي عمدة مشروعه التجديدي مشروعه التجديدي كان أن يصوغ مرة أخرى التراث بلغة يفهمها كل الناس ليست لغة عمية وإنما لغة مفهومة تجاوز فيها المصطلحات بل ووضع فيها بعض المصطلحات يعني من إنشائه حتى يوصل المعنى إلى الطلاب فأحبه الطلبة جدا الطالب لما يحس أن في حد بيفهمه يفرح جدا الإمام المجبوري ألف في كل شيء ألف في الأصول ألف في العقيدة ألف في الفقه ألف في اللغة ألف في المنطق ألف في أداب البحث والمناظرة ألف في كل ما يدرس في الأظهر وحوله من العبارات المعقدة القديمة التي كان الغرض منها الحفظ يعني تحفظ المات من حافظ المتون حاز الفنون إلى ما الذي يعنيه هذا بالتفصيل والتفريع والتصوير الدقيق الذي بعد ما تفهمه تتغير حياتك وتتغير طريق التفكيرك وتتغير حتى عطائك للآخرين فالشيخ البنجوري قام بهذا ولذلك سماه الكثرة بخاتمة المحققين لأنه لم يكن أثناء هذا العرض الجديد بالأسلوب الجديد وبالصياغات الجديدة مفرطا في شيء من ممض يبقى إذن هو سينقل التراث من حالة الهمود إلى حالة فك شفرة التراث والأداء المتميز بأعلى مستوى من التحقيق والتدقيق والترقيق والتزويق والتنميق هكذا يقول هو أنه في خمس مراحل التحقيق والتدقيق والترقيق والتنميق والتزويق يعني عمل أعملية مولانا نقول تنقية للتراث مثلا باللغة بقى يعني لغة العصر أو زي ما بيقال عليه حاليا نقاه وأعاد صيغته وجعله مهيئا لأن يكون قابلا للتعليم والتدريس يعني وضع المنهج الدراسي الحديث إن صح التعبير وضع الكتاب الذي تحتاجه إليه واللي خده الغرب بعد ذلك في صورة تيكست بوك تيكست بوك دي يعني المرجع المرجع الأصلي الذي يرجع إليه في هذا الباب فكان لما يدخل في علم يفهمه لك ابتداء من مين اللي حطه إيه الهدف بتاعه وإيه الموضوع بتاعه وإيه اللي بيسموها المبادئ العشر المبادئ العشر دي كان يتكلم عنها في منتهى السلاسة ثم يدخل في الشرح وفي الترتيب وفي البيان فإذن نستطيع أن نقول أن مشروع الشيخ البجوري الأساسي كان يتمثل في الموقف من التراث تدريسا وعرضا وفهما لماذا يلقب بصحب الحاشية؟ لأن حاشيته ما زالت تدرس إلى الأنف الأزهر طرق التأليف تطورت عبر السنين ففي بداية الأمر في القرون الأولى دونت العلوم ولما دونت العلوم دونت في صورة في صورة عرض زي مثلا الخليل بن أحمد لما ييجي ويقلف في النحو فربنا يرزقه بتلميذ نابه اسمه سيبا ويه فسيبا ويه ياخد كلام الخليل بن أحمد ويعمل منه مجلدين اسمهم الكتاب الكتاب في النحو هو كتاب سيبا ويه ولكن الكتاب في النحو ده في الحقيقة لما تيجي تفتح تلاقي كله بتاع الخليل بن أحمد كل صفحة قال الخليل قال الخليل قال الخليل فيبقى إذن الكتب كانت بتؤلف بطريقة يعني ابتدائية كده بعد كده دخلنا في مرحلة المختصرات والمتون وبعد كده دخلنا في مرحلة إن هذه المختصرات تبقى بالشعر علشان نحفظها ويسهل حفظها للنعمة بعد كده بقى الشعر ده عيش شرح فعملنا الشروح يعني دخلنا في طائفة بالشروح بعد الشروح دخلنا في قضية الحواشي فالحاشية معناها تعليق أو شرح للشرح شرح الشرح شرح الشرح يبقى أنا عندي متن مختصر وبعدين المتن ده عليه شرح اسمه الشرح وبعدين اسمه حاشية لما جات الحاشية جه عليها شرح شرح الشرح اللي هو التقرير فبقت فيه تقريرات على الحاشية التقريرات دي ساعد برضو بتلغز على الواحد فراح بقى التعليق يبقى فيه تعليق على تقرير على حاشية على شرح على بقى فابتدت الحكاية توه فبدأوا يدعون إلى العودة مرة أخرى إلى ملكة اللغة لأن أنا دلوقتي هأمسك فيه الألفاظ ومش هيبقى واعي للمعاني وما أردته من إضاح عبر السنين هيدعم مني فراحوا متدرجحين أنفسهم علشان يفهموا المعاني وده اللي أبه الإمام البجوري في هذا العصر طيب أسسان حركنا استكمل سيرة الإمام البجوري بعد الفصل إن شاء الله إن شاء الله أرجوكم خليكم معنا إذا كنت قاصداً لمدينة البغور بمحافظة المنوفية فاعلم أنك ستجد هناك هدوء الريف ممزوجاً بحياة المدينة ومن تلك الروح المصرية الأصيلة التي كانت شاهدة على مولد واحد من أئمة الإسلام ومجدديه هو الإمام البجوري هو بدأ الحمد لله ما تلقى العلم هنا وحافظه القرآن في مركز البجور بدأ روح مع والده إلى القاهرة فلع من القاهرة روح على الجيزة عدمكس فيها أربع سنين هو والده وبعد كده رجع الأزهر الشريف تاني تلقى فيه العلم في الأزهر وتلقى مع اليادي الكبر العلماء ففي هذه الأرض المباركة التي تشع جمالاً وسحراً بامتداد الأراضي الزراعية على جانبي الطريق والتي تشكل لوحة فنية غاية في الروعة والإداع من صنع الخالق سبحانه وتعالى فمدينة البجور التي سمي الإمام الباجوري نسبة لها كان له منزل كبير بداخلها تبرع به مبتغياً وجه الله تعالى لعمل توسعات لمسجد النرش بشارع الثالث والعشرين من يوليو أحد أكبر الشوارع التجارية بالباجور والتي تعد غاية في البساطة والجمال فميادينها تأخذ طابعاً خاصاً ومميزاً وعلى بعد خطوات من هذه الميادين المتطورة تجد طبيعة خلابة لا تراها سوى داخل هذه المدينة الساحرة رحب مرة أخرى بفضيلات الأستاذ الدكتور عليكم أهلاً بكم مولاناً أهلاً أستاذ أهلاً بحضرتك حضرتك كان لكم تحقيق في الحاشية الخاصة بالشيخ الباجوري مشكلة برضو؟ نعم وهي حاشية على التوحيد لأنه لاه حاشية على الفقه ولاه حاشية على المنطق ولاه حاشية على التوحيد فعلى جوهرة التوحيد جوهرة التوحيد هي عبارة عن قصيدة فشرحها الشيخ إبراهيم اللقاني فلما شرحها الشيخ إبراهيم اللقاني هو عمل حاشية على هذا الشرح فيبقى إذن هو شرح أنا جئت بهذا الشرح ولأنه معطاء يعني ينفع درسه العبارة سهلة المعاني واضحة ودقيقة وشملة لكل اللي عايزين نوصله في هذا المقام ونصقته إذا كان في حديث أخرجه إذا كان فيه آية أقول هي أفقاني الصورة إذا كان فيه شعر أقول من اللي قاله إذا كان فيه علم من الأعلام أقول إنه هو أتولد إمتى ومت إمتى وكده وده بنسميه التحقيق وكمان عملت له فقرات هذه الفقرة الأولى هذه الفقرة الثانية هذه الفقرة الثالثة وهكذا فأصبح وكتبت البيت اللي هو عايز يشرحه فوق بطريقة مخالفة لبقية الشرح علشان يبقى العين سهل عليها إنها طوصل وسميت كل فقرة من هذه الفقرات بعنوان كتبته في الهام الصغير كده أم يقوله على ده تحقيق خدمة الكتاب حتى يصل إلى القارئ من أقرب طريق كما أراده مؤلفه عظيم فبننتقي الكتب التي لها تأثير والتي يقبل عليها الطلبة هو مقبل عليها لأنه فهم قرأ ففهم لكن قرأ ولم يفهم فحافظه ده ما احناش عايزين احنا عايزين يقرأ ويفهم لأنه تملي نتذكر كلام الشيخ أمين الخولي رحمه الله تعالى لأن من أراد التجديد فعليه أن يقتل التراث درسا وفهما وعميقا بعد كده تستطيع أن أنت تختار وتقول أنا مختار ده من ده لأنك فاهم تستطيع أن أنت تقبل تستطيع أن أنت ترفض إمتى توصل للدرجة دي لما تبقى فاهم لكن لما تدخل وانت مش فاهم وبعدين ترفضه لأنك ما انتش فاهمه يبقى المرء عدوه ما جاهل يبقى احنا جاهل اما احناش علامة فالإمام البجوري لما يجب لي ويسيب لي حاجة زي كده بعض الناس يقول لك الله ما هو ده كان فعصره طب اقراه اقراه وشوف انت فهمت ولا مفهمتش فتجدوا أنه تحقيق هذه الكتب ونشرها بصورة تجعلها أقرب إلى القارئ المعاصر برضو دي خطوة من خطوات المشروع التجديدي خدمة للمشروع التجديدي الذي أتى به الشيخ إبراهيم أو بمعنى أصح الذي منحه الله سبحانه وتعالى للشيخ إبراهيم لأنها منحة ربانية وعطية صمدانية كما كانوا يقولون كان دائما على علاقة يعني بالحكام وبالولاة وكانوا دائما ما يحضرون دروسه فالأي مدى كان مؤثر في الحياة السياسية وقتها أو يعني في دوائر الحكم إنجازتها أنا أدي لك مثال عجيب شوية ولكن التاريخ كده كان عندنا في هذا العصر اللي كان فيه الشيخ البجوري شيخا للأزهر كان عباس الأول فجه ورح ناء الرفاع الطهطة والسودان وجه ورح ألغى البعثات العلمية إلى فرنسا وجه رح محول البعثات العلمية لاحتياج مصر إليها الشديد إلى ألمانيا لو قريت الفرمان بتاعه وهو كتبه في القضية دي يقول وتوجه البعثات العلمية إلى ألمانيا حيث إنهم كانوا يأتون من فرنسا فلتانين بنفس اللفظ داكن ومشهور عن ألمانيا أنهم أهل جدا واجتهاد حقيقي عباس كان يحضر لدروس الشيخ البجوري وكانوا يجيبوله ما هو مش عارف يقعد على الأرض لأنه لابس البنطلون ولبس البتاعه الهيئة الخدوية دي اللي هو متصور بيها فكانوا يجيبوله كرسي من عند قهوة كانت تحت محمد بيكا أبو الدهب اللي هو نسميه إحنا باب المزينين لأنه كانت الحلاقين تقعد عند الباب دا عشان الطلبة تقعد وكان الحلاق اسمه مزين فجيبوا الكرسي ويخلوا عباس باشا فالشيخ البجوري ما يقومش بيدي الدرس ويلاقي عباس باشا دهو الخدوي داخل فيقوله يعمل له كده يعني قعد يعني أزن له أن يجلس ويجيبوله الكرسي اللي هو الخوص ده بتاع الهوي القديمة ويجلس عليه وينصرف بعد ما يخلص في يوم من الأيامنا كل الحكاية دي بقوله لك علشان أجيب لك القصة دي استدعاه الخدوي عباس وده موجود في التاريخ وموجود في الكتب كثيرا وقال له أنا بفكر أني أنا أطرد الأقبط من نصر فعايزك تهديني فتوى أنه إحنا أيوان نطرده وأنا جهزت الحكاية وعملت تفكير كويس قوي أن إحنا نوديهم كلهم على بعضهم السودان وعلشان يبقوا بعيد عن ملكي وعن عاصمتي قال له يعني أنا مش فاهم يعني هتودي الأقبط هتخرجوا من ديارهم قال له أخرجوا من ديارهم وابعدهم عني قال له مينفعش دين الإسلام ما بيقولكش كده ممنوع قال له بس أنا عايز كده قال له ده ضد الشرع الشريف ما قدر شافتي لك بكده ده الشيخ البجور ده الشيخ البجور فغضب عليه غضبا شديدا وقال للراجل ده شلو من قدامي دخل الناس وقال لهم مش شلو من قدامي هو مش الشيخ البجوري والتاريخ يروي أنه اشتكى لزوجته من الخدوي يعني قال لهم ده الراجل ده هو أخرته مش هتبقى كويس الخدوي ده وفعلا الخدوي قعد ما فيه ست سنين الخدوي عباس وحتى فيه شبهة لقتله أن العائلة قتلته وفيه بيقوله لا أبا قتله ده هو حدس أو كذا إلى خليفة وعلى كل حال الشيخ البجوري بموقفه هذا أعز الإسلام والمسلمين وبين للعالمين أن الأقباط مواطنين مثل المسلمين ما هم مواطنين ومثل كان اليهود موجودين مواطنين وأن المواطنة أمر لابد منه خاصة في عصرنا الحديث طبعا المواطنة النوع السلام عملها في المدينة الأولى وكتب الصحيفة المدينة ليجمعهم عليه إنما الموقف ده وعدم محابات الشيخ البجوري أو عدم خوفه من السلطان مع أنه كان عنيفا وقاسيا وشيء من هذا القبيل إلا أنه أبدا لم يليه رحمه الله عليه أنا شكر فضلت الدكتور عالجه معي شكرا جزيلا لحضرت أهلا وسهلا بشكرا شكرا ووصول الله حضرتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة أن يفطر أحدهم في رمضان خوفا من الإصابة بكورونا والصحيح أنه إذا أصيب أفطر وعالج نفسه بمقررات العلاج أما إذا لم يصب بشيء من ذلك فعليه أن يصوم فرض رمضان لأن صوم رمضان ركن من أركان الدين يا رب أمرتنا بصلة الأرحام فاللهم وفقنا إلى صلة الرحم وإلى الدوام على ذلك فإن أحب الأعمال إليك أدومها وإن قل فاللهم اجمع شملنا واصل أرحامنا يا كريم